أهلا بكم من جديد قبل ما نبتدي حرائتنا لازم نصبح على دينا ونتعرف منها على أحوال التقس النهاردة صباح الخير عليك يا دينا الجو اليومين دول متقلب جدا بعد ما قولنا أن فيه شمس لقينا فجأة هجمة كده مرتدة من التقس نهرت لنا الجو فنص صباح الخير عليك يا منا صباح الخير عليك يا محمد صباح الخير علي كل ما صين في كل مكان النهاردة ان شاء الله يعني جو بارد شوية معناش رجعنا بارد شوية هنرجع بعد كده الجوي يكون مشوث مرة تانية بس خلويني أجاوب على سؤال حلقتكم النهاردة الغضب أنا كأم يعني من أكتر الحاجات اللي كنت بحسها دايماً إن أنا كنت بتصرف في غضب شديد جداً مع أولادي وكنت باندم لإني بحس إن المواقف كممكن تاخد أبسط من كده لكن بطبيعة الحال أم نفسها بتكون محملة بدغوط كتير جداً فبتكون عصبية لكن كنت بوصل لدرجات غضب كتير عمتاً في حياتي العداية بقى في الشغل وفي الحياة عمتاً مع الناس أنا بلتزم الصمت وقت غضبي لأن أنا بخاف من كلامي يكون يعني هخسر اللي قدامي خصوصاً لأما بقي على الشخص ده ممكن بتكلمش خالص وقتها وبلتزم الصمت وبخالي الأيام هي للدوب المشكلة حتى مش بعرف عاتب قوي لكن لو شخص بقى يعني عايز عاتب وفايتنج وكده لأ بتخانق وبعد كده نتصالح مفيش مشكلة بالنسبالي لكن أهم حاجة أنا شايفاها إن وقت الغضب فعلاً إن احنا نلتزم الصمت بشكل كبير